بسم الله الرحمن الرحيم للإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الأربعاء الرابعة من شهر جمال الآخرة سنة أربعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا المجلس بعون الله تعالى نتدارس الأحاديث الثلاثة الباقية في باب الاستطابة بعدما مر معنا ليلة الأسبوع المنصرم مدارسة الأحاديث الثلاثة الأولى من الباب وقد نبه بعض الإخوة في ختام مجلسنا في الدرس السابق إلى فوات تعليقنا على تطبيقات الأحاديث التطبيقات الأصولية في ختام الأحاديث ولعلنا نعرج عليها بين يدي شروعنا في أحاديث اليوم إن شاء الله تعالى كان أول أحاديث باب الاستطابة حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وقد تقدم كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالفوائد المتصلة بمسائل الباب لكن في التطبيقات التي يمكن التعريج عليها قول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل فعل كذا أو قال كذا فهي بمعنى كان يفعل التي مر معنا في غير ما حديث أنها من الصيغ التي تفيد الاستمرار ومن أهل العلم من قال الدوام والمواظبة فهذه سنة يحكيها الصحابة وإنما حكوا ذلك بناء على ما استقر عندهم من رؤيتهم وتتبعهم لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أن أحدهم وهو عربي فصيح لا يجرؤ أن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إلا بناء على ما تقرر عنده من الاستمرار الذي ليس يدل على مرة ومرتين أو مرات معدودة فإذا قال كان يفعل يدل على شيء استقر برصد وتتبع فحكى لك هذا فإذا هي تدل على الاستمرار وهل معناها المواظبة بمعنى عدم الترك تقدم ما في هذا في مجلس سابق قوله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إذا أدات شرط وقلنا مرارا إنه يستفاد منها أصوليا شيئا الأول العموم والثاني الشرط يعني ترتب جواب الشرط على فعله يعني موضع هذه السنة أو الفعل المشروع قد يكون سنة أو واجبا أو شيئا ما موضع الأمر المشروعي مقيد بهذه الحالة يعني كان يفعل إيش في هذا الحديث؟ كان يقول ذلك الدعاء السؤال طالما علق على شرط فما موضع تطبيق هذا الأدب وذلك الدعاء إذا دخل الخلاء هذا معنى الشرط ومعنى العموم فيه أن لفظ إذا كما مر بكم من أدوات الشرط وهي صيغة من صيغ العموم تدل على العموم في أي شيء في الزمان يعني في أي وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول هذا فهذا ليس مقيدا بوقت ولا يستثنى منه شيء يدخله نهي كما هو النهي مثلا عن الصلاة في بعض الأوقات فيشمل هذا الذكر كل الأوقات لعموم قوله إذا دخل أيضا في الحديث قوله الخلاء وتقدم كلام المصنف رحمه الله هل هو على الحقيقة أو على المجاز الخلاء المكان الذي يكون في الفضاء والصحراء الذي يقصد لقضاء الحاجة ثم أصبح أيضا علما على اسم المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان ما نسميه اليوم الحمامات أو ما كان يسمى بالكنف جمع كنيف والحشوش جمع حش فهو يشمل الأمرين وأهل العلم في هذه الأحاديث التي يرد فيها ذكر الخلاء يرجحون أحد المعنيين أو يعممون بناء على القرائن أو سياق الحديث كان إذا دخل الخلاء هل هو المكان المعد فيترتب عليه أن يجوز قول هذا الدعاء وذكر الله داخله أو قلت هو المكان الفضاء الفسيح البراح فذكر الله هناك لا حرج فيه أو تقول بل هو المكان المعد ومعنى كان إذا دخل إذا أراد كما تقدم بكم في الحديث وسيأتيك اليوم في حديث أنس كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إلى آخره هل الخلاء في الحديث كما سيأتيكم الآن هنا المكان المعد داخل البنيان الحمامات أكرمكم الله أم هو المكان العام فيستدلون بالقرينة أنه يراد به الفضاء في ذلك الحديث لأنه قال فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة ليش يحمل العنزة وهي الحربة الصغيرة كما سيأتي إلا لأنها في الفضاء فربما استعين بها سترة في الصلاة كما سيأتيكم إن شاء الله قوله رحمه الله قوله رضي الله عنه الخبث والخبائث صيغة عموم وتقدم بكم هل يحملوا على ذكران الشياطين وإناثهم إذا كان الخبث هنا يراد به الأعيان والذوات أم يراد به الأمور المعنوية فيقول الخبث جمع أمر خبيث والخبائث المعاصي والمنكرات ونحو ذلك معنيان تقدم بكم وفيهما صيغة العموم كل خبيث وكل خبيثة لأن الصيغة تدل على الاستغراق الخبث وهذا فيه معنى اللطيف أن العبد إذا تعوذ بالله وتحصن به وطلب اللجأ إليه سبحانه فإنه يلجأ إليه من كل شر وأذى وخبث وضرر فإن الله عز وجل وحده المعيذ والملجأ والمعتصم جل جلاله وهو وحده كافي عباده على القول بأن الخبث جمع خبيث وهو ذكران الشياطين والخبائف إناثهم فما الحاجة إلى تخصيص ذكر الإناث مع شمولهن في رفض الذكور لو اقتصر عليه يعني وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين فيشمل ذكرانهم وإناثهم أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام وما في داعي تقول من كل شيطان وشيطانه فإن اللفظ على التغليب يشمل الذكران والإناث ولهذا مر بك أنه لا يعرف في شيء من الأذكار والأدعية تخصيص ذكر إناث الشياطين عن ذكورهم سوى في هذا الدعاء فبقي كذلك ولعل له مناسبة في كون الحمامات أو أماكن قضاء الحاجة هي مأوى الشياطين واجتماعها أو محتضرة كما جاء في بعض الأحاديث فأراد التأكيد والتنصيص وليس معناه أنه لو اقتصر على لفظ الذكور خرج منه الإناث بأن القاعدة في التغليب تشملهن الحديث الثاني عن أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا أيضا إذا أتيتم هذه أداة شرط وكالعادة يستفاد منها أصوليا شيئا الشرط والعموم ما معنى العموم في أي زمان يأتي أحدكم الغائط فليمتثل التوجيه النبوي الكريم ما التوجيه في الحديث النهي عن استقبال القبلة بغائط وبول والأمر ما بكم التوجيه النبوي لا تستقبل القبلة ولكن إذن في نهي وأمر ما النهي لا تستقبل والأمر شرقوا أو غربوا هذا التوجيه النبوي الكريم متى موضع امتثاله نعم من حيث الزمان في كل زمان ما دليل التعميه إذا سواء كان وقت الصلاة أو غير وقت صلاة في أي ساعة من ليل أو نهار لألا يقول قائل إذا كان هذا النهي لأجل ستر العورة ألا يفضى بكشفها إلى القبلة فلا بأس إذا قضى حاجته ليلا والمكان ظلام ولا تنكشف فيه العورات فلا بأس أن يستقبل القبلة الجواب العموم هنا لا يساعد على هذا إذا فهذا معنى العموم ومعنى الشرطية فيه أن موضع التوجيه النبوي أمرا ونهيا إنما يكون عند إرادة قضاء الحاجة وقوله إذا أتيتم الغائط يعني قصدتم المكان المخصص لقضاء الحاجة فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها إذن فهذا التوجيه مقيد بهذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم فلا تستقبلوا أنه هنا ما دلالته التحريم وعليه جل الفقهاء ولما حملوا النهي على التحريم أورث الإشكال مع حديث ابن عمر الآتي رضي الله عنه رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعب على القول بالتحريم فمن ثم جاءت الإجابات كما مر بكم ليلة الدرس الماضي في الأسبوع المنصر وهو أنه هل يقال هذا بالخصوصية أو يقال على التفرقة بين حال البنيان وحال الفضاء والصحراء إلى آخر ما تقدم هناك ومن هنا مر بكم أيضا جواب الإمام الصنعان رحمه الله أنه يحمل النهي على الكراهة أي القولين أرجح من كان على الأصل ما الأصل في النهي حمله على التحريم فإذا وجد من يقول بحمل النهي على الكراهة وأصبح عندنا قولان في المسألة قول بالتحريم وقول بالكراهة فأي القولين مطالب بالدليل القائل بالكراهة لما؟ لأنه خلاف الأصل ممتاز هذا والتطبيق الأصولي فمن قال بالتحريم هو على الأصل فعليه على القول المقابل أن يثبت بالقرينة أو الدليل الوجه الذي جعله يحمل النهي على الكراهة والصنعاني أجاب رحمه الله بأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي روى ابن عمر ومثل فيما روى جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا يقضي حاجته مستقبلا أو مستدبرا قرينة صرفت ذاك الأمر عن التحريم إلى الكراهة هذا مسلك أجاب به الصنعاني رحم الله الجميع فلا تستقبلوا القبلة اسم مفرد دخلت عليه أل فتفيد نعم على القاعدة أنها تفيد العموم لكن لا عموم هنا بل أل هنا تحمل على العهد أي عهد؟ عهد ذهني مستقر في عقل وفكر كل مسلم إذا قيل أل قبلة فما المقصود؟ الكعبة الكعبة لا غير ولا يقال ربما يشمل القبلة الأولى إلى بيت المقدس بل إذا قيل القبلة فلا ينصرف إلا إلى الكعبة زادها الله تشريفا وتعظيما قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا مر بكم التنبيه إلى أن المراد بالتشريق والتغريب قصد جهة مخالفة لجهة القبلة وليس الشرق بعينه ولا الغرب بعينه بل جاء التوجيه هنا لما يناسب أهل المدينة وهم شمال مكة فيكون المجانبة لجهة القبلة نحو الشرق أو الغرب فمن كان شرق القبلة كأهل نجد أو غربها كأهل السودان فإنهم لا يقال شرقوا أو غربوا لأنه لو شرقوا أو غربوا اتجهوا إلى القبلة فهذا المقصود إنما الذي نريد لفت النظر إليه قوله شرقوا أو غربوا أمر وهو محمول على الوجوب على قول من يحمل النهي على التحريب ومن يحمل النهي هناك على الكراهة يكون الأمر هنا للاستحباب والندب قوله شرقوا أو غربوا مثال لمسألة أصولية في باب الأمر ما هي شرقوا أو غربوا الأمر المخير أنت مأمور إما بالاتجاه شرقا أو غربا وإيهما فعلت أجزات في حين لا يذكر الأصليون عادة إلا مثال كفارة اليمين أو الكفارات عموما فكفارة يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وهذا مثال صالح كذلك الحديث الذي تم به مجلس الأسبوع المنصر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة إلى آخره الحديث حكاية فعل كما قال أنس كان إذا دخل وكان يدخل الخلاء فحكايات الصحابة لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء كبير من مرويات السنة التي تستنبط منها الأحكام فمن ثم قعد الأصوليون جملة من القواعد كيف يتعاملوا مع تلك الألفاظ يعني فيه فرق بين أن تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول إلى آخره إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره الأحاديث النبوية القولية ألفاظ شرعية مبنىها الوحي وما ينطق عن الهوى وكل قواعد دلالات الألفاظ تنصب إلى تلك الأحاديث القولية لأن الناطق بها معصوم صلى الله عليه وسلم فإذا لفظ الكلمة وأمر بالأمر ونطق العمومة أو قال بالإطلاق أو قيد فاللفظ مقصود فيتعامل معه بقداسة لأنه نص شرعي فهل ألفاظ الصحابة وحكاياتهم أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام هو لم يقل سمعت ولا يقل قال بل يحكي فعلا رأاه رقيت يوما فرأيته قعد الأصوليون هنا أيضا قواعد إذا قال الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا أو فعل كذا هل قولهم فعلا يفيد العموم هذا مثال فيقول هنا رقيت يوما فرأيت فحكاية الفعل إذا كانت مصحوبة بما يدل على العموم أفادته مثل كان يفعل أو كان يقول فيدل إذا صحبت بكان المفيدة لتكرار الفعل واستمراره وإن لم يكن فلا يلزم ومنه قول الأصولين قول الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين لا يفيد العموم بل ربما يحتمل أن تكون حكاية حال أو واقعة فهل تعتبر أصلا يستنبط منه حكم تلك مسألة أيضا تبحث بناء على ما سمعت من مناط المسألة قوله رقيت فرأيت يؤكد قضية يذكرها شراح الحديث أن رؤية ابن عمر رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الحال يقضي حاجته وقع اتفاقا هو ما ارتقى ظهر البيت ليبحث عنه عليه الصلاة والسلام أو ليطلع عليه قال رقيت فرأيت فما كان مقصودا حصل الأمر اتفاقا وفي هذا دلالة تكلم عنها هل كان فعله عليه الصلاة والسلام ذاك مقصود به التشريع أو وقع لأمر خاص فيؤكد معنى قول من يقول بأنه خصوصية وهذا الفعل خاص به ولولا اطلاع ابن عمر رضي الله عنهما ورؤيته لما نقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم قول ابن عمر رضي الله عنهما فرأيت يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة في المدينة ألا يكون من يستقبل الشام مستدبرا للكعبة والعكس طيب فما الحاجة إلى ذكر الجملتين وإحداهما تغني بالمراد لو قال فرأيت يقضي حاجته مستدبر الكعبة كان كافيا فمن حاجة إلى أن يقول مستقبل كذا ومستدبر كذا وهما جهتان متقابلتان استقبال أحدهما إحداهما يلزم منه بالضرورة استدباره الأخرى يعني هذا هل هو لغو في الكلام حشو زيادة لا حاجة لنا به فيقول رأيت مستقبل الشام يكفي أو لو قال مستدبر الكعبة يكفي نعم الأصل أنه لو يقتصر على إحدى الجملتين لا أغنت لكنه تأكيد على ما أراد به ابن عمر رضي الله عنهما إيصاله لنا فقر طلعت صعت رأيت كذا هو يقصد أن يربط هذا بالتوجيه النبوي الكريم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها هذا يؤكده لأن قوله رأيت مستقبل الشام مستدبر الكعبة كأنه يقول هذا ينظر فيه مع ما أعلم وتعلمون أنه عليه الصلاة والسلام قال كذا هذا بإجاز ما يتعلق بأحاديث مجلس الأسبوع المنصر نبتدئ اليوم بعون الله وتوفيقه من رابع أحاديث باب الاستطابة في كتاب الطهرة حديث أنس رضي الله عنه نعم حسن الله إليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال الإمام المقدسي ورحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء العنزة الحربة الصغيرة هذا كلام الحافظ المقدس رحمه الله تعالى ثم سيشرح الشارح ما يتعلق بالحديث قبل أن نقرأ كلام الشارح رحمه الله حديث أنس هذا في الجملة يدل على ما تقدم في الباب من أحاديث سابقة الاستنجاء بالماء وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد الخلاء لقضاء حاجته فما الذي جعل الحافظ عبد الغني يورد الحديث مع أنه ما الذي فيه دلالة جديدة يحتاج معه إلى إيران الحديث عدة أمور فيها لطائف سيأتي ذكرها بعد قليل حمل الماء والاستنجاء به والتصريح بالاستنجاء بالماء تحديدا يقول كان عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إيش يعني نحوي نحوي غلام نحوي قريب مني في ماذا قالوا في السن والوصف أنس كم كان عمره رضي الله عنه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره عشر سنوات وهذه الحادثة لا يدرى تحديدا في أي سنة كانت لكنها ستكون في هذه المرحلة فأحمل أنا وغلام نحوي يعني نحو أنس في سنه ووصفه رضي الله عنه لم يذكر الغلام المرافق لأنس رضي الله عنه في هذا الحديث ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن الغلام المذكور هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهل كان بن مسعود غلاما نحو أنس الجواب لا بن مسعود أكبر وأسلم في مكة قبل الهجرة فتسميته غلاما مجاز وذكر الحافظ احتمالا آخر أن المذكور أبو هريرة أو جابر رضي الله عنه وكل الأسماء كما قال من غير دليل ناهض لا تستطيع أن تجزم بأحدهم وربما يبعد هذه الأقوال بعض روايات الصحيح يقول أنس وغلام منا قال يعني من الأنصار إذن فليس ابن مسعود ولا أبا هريرة وجابر لم يكن غلاما وإذا قيل فعلى سبيل المجاز يحتمل هذا لأنه أنصاري رضي الله عن الجميع فالمقصود من هذا الحديث ذكر ما يتعلق بها بقيت مسألة الغلام قال فأحمل أنا وغلام هل لفظة غلام في اللغة تشير إلى تحديد سن اختلف أهل اللغة في ذلك فقيل الغلام من الفطام إلى سن سبع سنوات فإذا تجاوز لا يقال له غلام وقيل الغلام إذا طر شاريبه وقيل الغلام إذا قارب الاحتلام أقوال وهي في هذا المعنى تشير في الجملة إلى أن الغلام الفتى الصغير في السن الذي لم يصل بعد سن البلوغ في الغالب يقال له غلام نعم هذا جواب عن سؤال فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ما وعنزة ما معنى إداوة القربة الصغيرة من الجل تسمى إداوة طيب حمل الماء ما مقصوده الاستنجاة أو التوبء بعد قضاء الحاجة طيب والعنزة وهي الحربة الصغيرة ما المقصود منها في حملها قال رحمه الله جوابا وكأن حملها في ذلك الوقت لاحتمال أن يتوضأ ويصلي فتوضع بين يديه سترة كما ورد في حديث آخر أنها كانت توضع له فيصلي إليها ويقصد بقوله فيصلي إليها ما أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في نصب النبي عليه الصلاة والسلام عنزة يصلي إليها ويقول الحافظ بن حجر هذا أحسن ممن كان يقول إنه كان يحمل العنزة ليستتر بها عند قضاء الحاجة ليش قال إنها سترة في الصلاة أحسن من كونها سترة في قضاء الحاجة قال لأن ضابط السترة في قضاء الحاجة ما يستر الأسافل والعنزة ليست كذلك يعني من جلس خلف عنزة هل ستر عورته عند قضاء الحاجة فلا تستخدم لستر العورة فيقال هي سترة في الصلاة أقرب يحتمل كما قال الشراح أنه كان يركزها فينصب عليها ثوبا ساترا أو يركزها بجنبه فتكون إشارة إلى من يروم المرور به فيمنعه لأنه يفطن إلى وجود من يجلس هناك لأمر خاص أو يحملها كما يقول من فوائد حمل العنزة أن نبشوا بها أو منع الهوام التي تعرض للإنسان إلى آخر ما هنالك وهذه العنزة التي تذكر في الحديث في طبقات ابن سعد أن النجاشية كان أهداها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ابن سعد إنه أهدا أي النجاش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عنزات فأمسك واحدة لنفسه وأعطى الثانية لعلي رضي الله عنه وأعطى الثالثة لعمر رضي الله عن الجميع فالعنزة المقصود بها الحربة الصغيرة وقيل القصيرة وقيل بل هي التي يكون فيها زج يعني فيها رمح مسنن وعلى كل حال فكان حملها أيضا له مقاصد يستعملها من يتقي بها شر ذي شر فدفع العدو واتقاء السبع لأن الذاهب لقضاء الحاجة يحتاج إلى شيء من ذلك ربما في طريقه كتعليق الأمتعى واستعمالها سترة في الصلاة والتوكؤ عليها أيضا قال ابن الملقر رحمه الله فإن قلت هل كان صلى الله عليه وسلم يستتر بها يعني بالعنزة حال قضاء الحاجة قال قلت لم أره منقولا ويبعد لأن ضابط السترة ما يستر الأسافل كما صرح به النووي نقلا عن الأصحاب إلى أن قال لكن من تراجم البخاري على هذا الحديث باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء قال فتأملها نعم قال رحمه الله والكلام على الخلاء قد تقدم الخلاء يعني كلمة الخلاء قال قد تقدم أن الخلاء هو المكان البعيد الذي يقصد ويحتمل أن يكون المكان المخصص لقضاء الحاجة الحمامات يعني نعم قال ويحتمل أن يراد به هاهنا محل قضاء الحاجة على ما ذكرنا أنه يستعمل في ذلك وهذا الذي يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة للصلاة فإن السترة إنما تكون في البراح من الأرض حيث يخشى المرور ويحتمل أن يراد به المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان وهذا لا يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة طيب إذا كان معنى خلاء يحتمل المكان المخصص لقضاء الحاجة في الفضاء ويحتمل المكان المعد في البنيان فالسياق الحديث يرجح أي المعنيين الخلاء من فين؟ من حمل العنزة فمن قصد الحمام الكنيف الحش داخل البنيان داخل البيت ليش يحمل العنزة؟ لا حاجة له بها فحمل العنزة قرينة أن المعنى ولهذا قال يحتمل أن المراد بالخلاء محل قضاء الحاجة لكن هذا الذي يناسبه المعنى في حمل العنزة ويحتمل أن يراد المكان المعد وهذا لا يناسبه المعنى المذكور في حمل العنزة نعم ويترجح الأول قال ويترجح الأول بأن خدمة أي أول لا ليس البنيان المكان الفضاء والبراح الذي يكون معدل لقضاء الحاجة نعم قال ويترجح الأول بأن خدمة الرجال له صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مناسبة للسفر أي معنى لا وخدمة الرجال له في هذا المعنى في قضاء الحاجة وحمل الماء والعان على التوضع والطهارة نعم يناسبها السفر نعم قال ويترجح الأول بأن خدمة الرجال له صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مناسبة للسفر فإن الحضر يناسبه خدمة أهل بيته من نسائه ونحوهن ويؤخذ من هذا الحديث استخدام الأحرار من الناس إذا كانوا أتباعا وأرصدوا أنفسهم لذلك بشأن استخدامهم خدمتهم نعم الانتفاع بخدمتهم سواء طلبت أو بذلت هل يجوز أن يخدم الحر حراً؟ الجواب نعم هذا معنى استخدام الأحرار بمعنى أن عمل الخدمة لا يقتصد على الرقيق والعبيد فاستخدام الأحرار جائز وهذا الحديث دليل أن أنس رضي الله عنه أن أنس رضي الله عنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن رقيقاً قال رحمه الله وفيه أيضاً جواز الاستعانة في مثل هذا وهذا من دقيق استنباطات الفقهاء أيجوز للمسلم أن يعينه أحد في قضاء حاجته في حمل مائه في صب الماء عليه لوضوئه إلى آخره الجواب نعم فإذا قيل هل هذا مقيد بالحاجة أن يكون مريضاً أو عاجزاً أو كذا الجواب لا لما يلزم والدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث هذا أحدها قال ومقصوده الأكبر الاستنجاء بالماء الضمير يعود إلى ماذا؟ مقصوده المقصود من هذا الحديث أو من إيران الحافظ عبد الغني رحمه الله للحديث في الباب فإذا قلت الحديث فيه كما قال استخدام الأحرار وجواز الاستعانة واتخاذ العنزة إلى آخره قال مقصوده الأكبر الاستنجاء بالماء هل هذا يحتاج الاستشهاد؟ الجواب نعم لأنه كما سيأتيك من أهل العلمي من لا يرى الاستنجاء بالماء أو يضعفه ومنهم من زعم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استنجاء بالماء نعم ومقصوده الأكبر قال ومقصوده الأكبر الاستنجاء بالماء ولا يختلف فيه غير أنه قد روي عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضي تضعيفه للرجال فإنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء أو قال ذلك وضوء النساء وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك أيضا ولهذا فإن الإمام البخاري رحمه الله لما أورد حديث أنس رضي الله عنه ترجم له بقوله باب الاستنجاء بالماء فكان صريحا أن موضع الشاهد في الحديث ما هو؟ مشروعية الاستنجاء بالماء وزعم الأصيلي أن الاستنجاء بالماء ليس بالبين في هذا الحديث لأن الرواية عند البخاري في الباب فأحمل أنا وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني فيستنجي به به الضمير هنا زعم الأصيلي أن الاستنجاء بالماء ليس بالبين في الحديث لأن قوله فيستنجي به ليس من قول أنس إنما هو من قول أبي الوليد شيخ البخاري في السند قال وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكر في الرواية فيستنجي به يعني رواية البخاري الثانية تحتمل أن يكون الماء لطهوره ووضوئه وليس استعماله في الاستنجاء وقال أيضا من شراح البخاري ابن التين مثل ما قال الأصيلي أن الرواية ليست صريحة في استعمال الماء في الاستنجاء زاد ابن التين وقال أبو عبد الملك هو قول أبي معاذ الراوي عن أنس والثاني قال هو قول أبي الوليد شيخ البخاري قال وذلك أنه لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء هذا قول بعض الشراح كالأصيلي وابن التين قال ابن الملقر رحمه الله وذلك هذا عجيب من الكل ففي صحيح البخاري من حديث أبي معاذ وهو عطاء ابن أبي ميمونة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاة فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء فصرح قال وفيه أيضا باب غصر البول من حديثه كان إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به وفي رواية لمسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه صلى الله عليه وآله وسلم معه ميضاءة هو أصغرنا فوضعها عند رأسه فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء قال وفيه غير ذلك من الأحاديث الصحيحة فإذا قول بعض أهل العلم إنه لم يثبت ترده الرواية وبالتالي مقصود الحديث الأكبر إثبات استنجائه صلى الله عليه وآله وسلم بالماء ذكر ابن بطال أيضا من شراح البخاري أن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب كرهى الاستنجاء بالماء وأن المهاجرين كانوا يستنجون الاستنجاء بالأحجار والأنصار كانوا يستعملون الاستنجاء بالماء وفي المصنف أيضا عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير ومجمع بن يزيد وعروة بن الزبير والحسن بن أبي الحسن البصري وعطاء شيء من ذلك قال والإجماع يقضي على قولهم وكذا امتنان الله تعالى في كتابه التطهير به لأنه أبلغ في إزالة العين فمن ثم احتاج أهل العلم إلى ذكر مشروعية الاستنجاء بالماء وثبوت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيأتي هذا السؤال فما موقف أهل العلم أغاب عنهم ذلك الجواب ربما غاب عن بعضهم بعض الروايات وأما عامتهم فتؤول كلامهم سعيد ذو المسيب يسأل فيقول إنما هو وضوء النساء يعني الاستنجاء بالماء يستعمله النساء لحاجتهن إلى استعمال الماء إنقاء للمحل بعد قضاء الحاجة بخلاف الرجال وعن غيره من السلف ما يشعروا بذلك أيضا نقل كما أخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا تزال يدي فينة يعني إذا كنت سأستعمل يدي لغسر النجاسة بولا أو غايطا أكرمكم الله إذا قال لا تزال يدي فينة فكان هذا منهم ردا لمسألة استعمال الاستنجاء بالماء لأن الاستنجاء بالماء يقتضي بالضرورة بلابسة اليد أو ملامستها للنجاسة لعين النجاسة حتى ينقيها فقال إذا لا تزال يدي فينة وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يستنجي بالماء فكل هذا اختصره المصنف بقوله عن غيره من السلف ما يشعر بذلك أيضا نعم والسنة قال والسنة دلت على الاستنجاء بالماء كما في هذا الحديث وغيره فهي أولى بالاتباع ولعل سعيدا رحمه الله فهم من أحد غلو في هذا الباب بحيث يمنع الاستجمار بالحجارة فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو وبالغ بإراده إياه على هذه الصيغة وهي قوله إنما ذلك وضوء النساء فإذا هذا محمل حمل عليه إنكار سعيد رحمه الله استنجاء الرجال بالماء قال إنما ربما قصد بذلك الرد على غلو نشأ في الباب في من يزعم أنه لا يكون إلا استنجام لا يكون إلا أنه لا يستجمر بالحجارة فرد إنما ذلك وضوء النساء والأسلم في ذلك لو ذكرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يتفق كما يقول الصنعاني يتفق للعلماء مثل هذا عند الرد على الغلاء وجواب آخر أيضا ذكره بعض الشراح عن قول سعيد بن المسيب رحمه الله إنما ذلك وضوء النساء قال ربما معناه أن الاستنجاء الاستجمار في حق النساء بالحجارة متعذر وذلك محمل قوله الاستنجاء وضوء النساء أن الاستجمار بالحجارة في حقهن متعذر ولا يفهم منه نفي الاستنجاء بالماء للرجال هذا أيضا محمل من أجل ما ثبتت به السنة الصحيحة وتتابع عليه أهل العلم في مشروعية الاستنجاء بالماء نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك وهو ابن حبيب إلى أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم الماء وإذا ذهب إليه ذاهب فلا يبعد أن يقع لغيرهم من من في زمن سعيد يقول حتى من فقهاء المالكية المتأخرين ابن حبيب المالك فإنه أيضا ينقل عنه أنه قال لا يستجمر بالحجارة إلا عند عدم الماء ونقل عنه كما نقل الحافظ ابن حجر أنه منع الاستنجاء بالماء قال لأنه مطعوم يعني الماء طعام يستعمل فغسل النجاسة به في الاستنجاء هو من إطلاف الطعام فلذلك منع قال إلا إذا تعذر الاستجمار بالحجارة لعدم وجود الحجارة فيقول إذا ثبت هذا عند متأخرين والنصوص متوفرة والرواية ثابتة فأن يقع لغيرهم في زمن سعيد رحمه الله من باب أولى نعم قال وإنما استحب الاستنجاء بالماء لإزالة العين والأثر معا فهو أبلغ في النظافة نعم هذا الذي عليه جماعة أو جمهور السلف والخلف كما يقول ابن النلق والذي أجمع عليه أئمة الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيقدم الحجر أولا ثم يستعمل الماء فتخف النجاسة إذا استعمل الحجر أو المنديل تخف النجاسة ويقل مباشرتها باليد ثم يكون أبلغ في النظافة فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل قال لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها والحجر يزيل العين دون الأثر لكونه معفوا عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات انتهى كلامه رحمه الله نعم حسن الله عليكم عن أبي قتادة الحارث ننتقل إلى أيضا تطبيقات الأصولية في حديث أنس رضي الله عنه هذا قال كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة إلى آخره كالسابق قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فكذا وكذا إشارة إلى ماذا إلى استمرار وأن هذا من شأنه الذي ما حصل مرة أو اثنين فقط بل حصل أكثر من مرة وعلى هذا أفادت الصيغة كان يدخل إذن لم يكن مرة أو مرتين أو مرات معدودات قال فأحمل أنا وغلام كان يدخل فأحمل دائما التعقيب بالفا هذا يشير إلى معنى مناسب ترتب فيه الأمر الثاني على الأول لأنه كان يدخل الخلاء فكانوا يحملون ذلك فإذن هذا على معنى الإشارة إلى المناسبة بين الجملتين فيحملون له الماء لأجل ذهابه للخلاء صلى الله عليه وسلم قوله فأحمل ولم يقول فيأمرني صلى الله عليه وسلم أيضا فيه فقه اللطيف من أدب الصحب الكرام رضي الله عنهم في ابتدارهم وهذا الظاهر في الحديث وتشرفهم بخدمته صلى الله عليه وسلم من غير أن يطلب ذلك فيحملون ذلك على معنى القيام بشيء من حقه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حمل العنزة أيضا مر بكم أن المقصود منه ليس صلب الحديث في باب الاستطابة فإنه لا موضع له إنما المراد به مقصود أمر آخر ولاتصاله بالصلاة وهو استعمالها سترة كما تقدم نعم عن أبي قتادة الحارث بن ربعين الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء أبو قتادة طيب هذا الحديث الخامس فيه ثلاث جمل الأولى لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول والثانية ولا يتمسح من الخلاء بيمينه والثالثة ولا يتنفس في الإناء أي الجمل الثلاث هو مناسب للباب الذي نحن فيه الجملتان الأوليان لا يمسكن ذكره ولا يتمسح بيمينه تمام والثالثة وردت لأنها تتمة الحديث وجزء منهم إذن في الحديث ثلاث جمل كلها مناهي لا يمسك الناء لا يتمسح لا يتنفس والأصر في النهي تحريم وسيأتيك الآن ما الذي حمل عليه النهي في الجمل الثلاث وأن الجمهور في حمله على الكراهة والظاهرية على التحريم وبالتالي ينبغي أن يكون السياقها هنا متسقا يعني لا يسوغ لأصولين يقول النهي الأول كراهة والثاني تحريم والثالث كراهة مثلا أو بعضها تحريم وبعضها كراهة إلا بقراء فيمكن أن يقول صرفنا الأول والثاني أو الثاني والثالث عن التحريم إلى الكراهة لقرينة وإلا بقي على حاله وهذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه فيه أصل من أصول الشريعة وأدب من أدابها وهو إكرام اليد اليمنى عن استعمالها في قضاء الحاجة وإكرامها من باب عدم استعمالها في مسل الذكر وهو من الآداب النبوية الجامعة وقد أخرج الحافظ أبو نعيم في الحلية عن عثمان رضي الله عنه قال ما تغنيت ولا تمنيت يعني كذبت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كما يقول ابن بن لق من التقوى والأدب الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده وعن علي رضي الله عنه أنه قال يميني لوجهي وشمالي لحاجتي قال يميني لوجهي وشمالي لحاجتي وقد امتخط ابنه الحسن رضي الله عنه بيمينه عند معاوية فقال له معاوية بشمالك تأديبا وروى الترمذي الحكيم في العلل عن أبي العالية قال ما ممسست فرجي بيميني منذ ستين سنة أو سبعين سنة وفيه أيضا عن أبي الدرداء مرفوعا قال من استنجى بيمينه فقد جعل للشيطان سلما على نفسه وفقد عقله حتى يذهب منه دينه وهو لا يشعر وإن كان لا يصح الحديث مرفوعا فالمقصود أن هذا الحديث بهذا اللفظ في هذا الحديث الذي نحن في الباب يحمل ذلك الأدب النبوي الكريم وسيأتيكم ما فيه من المعاني والأحكام نعم احسن الله إليكم قال رحمه الله أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمه بفتح الباء وسكون اللام وفتح الدال ويقال بلدمه بالضم فيهما ويقال بلدمه بالذال المعجمة المضمومة فارس النبي صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والخندق وما بعد ذلك مات بالمدينة سنة أربع وخمسين وقيل بالكوفة سنة ثمان وثلاثين والأصح الأول اتفقوا على الإخراج له أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه كما قال فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والخندق واختلف في شهوده بدرا رضي الله عنه مختلف في اسمه قيل الحارث كما ذكر المصنف وقيل في اسمه النعمان قال الواقدي وهو أثبت وقيل بل الحارث اسمه وربع والده وتقدم أن بلدمة مأخوذة في اللغة كما يقولون في المعاجم بلدم كجعفر مقدم الصدري أو الحلقوم وما اتصل به من المريء المقدم عن البارز الذي يبرز له حلقوم أو صدر يقال له بلدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما أخرج مسلم في الصحيح خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما فهذه منقبة لأبي قتادة رضي الله عنه خير فرساني الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لبلائه الحسن في غزوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا قال له النبي عليه الصلاة والسلام وكان هذه المنقبة له ولسلمة في غزوة ذي قرد بالمدينة لما غز بعض اللصوص على شيء من المرعى لأهل المدينة فاستاقوها فشنوا عليهم غارة فاسترد سلمة سعيا وجريا على رجليه ما استطاع وكان أبو قتادة أيضا من فرسانهم قال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك في شعره وبشره وقال له أفلح وجهك ما هذا الذي بوجهك قال رضي الله عنه سهم رميت به يا رسول الله قال فبصق عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال فما ضرب علي ولا فاح قال العسكري شك أبو قتادة اثنين في رمح يوم ذي قرد يعني رمى رمحا فشك به اثنين أصاب به اثنين وهذا من قوته في الفروسية رضي الله عنه وأخرج البيهقي في دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم ذي قرد أبو قتادة أبو قتادة سيد الفرسان بارك الله فيك أبا قتادة وفي ولدك وفي ولد ولدك وفي ولدي ولدك رضي الله عنه وأرضاه قال رحمه الله ثم الكلام عليه من وجوه أحدها الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول فمن الناس من أخذ بهذا العام المطلق وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد فيختص النهي بهذه الحالة هذه من أهم فوائد هذا الحديث الأصولية التي تطرق إليها الشارح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله وفيه كلام دقيق لطيف وأفاد منه عامة من جاء فتكلم على هذه المسألة والنمهد لها بالقاعدة الأصولية التي تعرفون يتكلم الأصوليون عن مسألة حمل المطلق على المقيد ولبيان ذلك يحصرون الصور التي يرد فيها المطلق معارضا للمقيد ثم ينزلون الأحكام التقسيم الرباعي المشهور أن المطلق والمقيد في حال تعارضهما أو اجتماعهما أو تواردهما على محل واحد لهما أربع صور الصورة الأولى اتحادهما في السبب والحكم والثانية اختلافهما في السبب والحكم والثالثة اتحادهما في السبب دون الحكم والرابعة بالعكس اتحادهما في الحكم دون السبب أما اتحادهما في الحكم والسبب فينقل فيها الاتفاق والإجماع على أن المطلق فيها يحمل على المقيد مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر في حديث ابن عمر أنها تخرج أو فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد وورد في رواية أخرى الحديث ذاته بزيادة من المسلمين فتقيد الزكاة التي يخرجها المسلم عن عبده المؤمن دون الكافر فإذا كان له عبد كافر لا يجب عليه إخراج الزكاة عنه صدقة الفطر لأن الحديث واحد سببا وحكما فيحمل المطلق على المقيد والصورة المقاملة لها اختلاف السبب والحكم اتفقوا أيضا على عدم حمل المطلق على المقيد مثاله إطلاق اليد في حد السرقة وتقييدها في صفة الوضوء في السرقة قال فاقطعوا أيديهما وما قيد موضع القطع هلوى من مفصل الكف أو من المرفق أو غيره وقيدت الآية في الوضوء في الأيدي قال واغسر وجوهكم ويديكم إلى المرافق فالآية أحد يقول اليد المطلقة في آية السرقة نقيدها بما قيدت به آية الوضوء لأن السبب مختلف والحكم مختلف هنا السبب القيام إلى الصلاة طهارة وهناك السبب السرقة هنا الحكم حد قطع وهنا الحكم غسل واجب فاختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد خلاف الأصولين أين وقع في المنطقة التي في المنتصف مطلق ومقيد اتحد سببا واختلف حكما أو العكس اتحد حكما مثل تحرير رقبة في كفارة الظهار في قتل الخطأ في كفارة اليمين الحكم واحد تحرير رقبة السبب مختلف هنا الحنث في اليمين هنا القتل الخطأ وهناك كفارة الظهار كلها فيها تحرير رقبة فاتحدوا في الحكم واختلفوا في السبب وهناك الجمهور يقول بحمل المطلق على المقيد فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى في كفارة الظهار تحمل على المقيد في قول فتحرير رقبة مؤمنة منه فيحمل المطلق على المقيد والعكس اذا اتحد سببا واختلف حكما مثل كفارة الظهار قال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى هذا حكم ثم قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى هذا حكم ثاني والسبب واحد وهو الظهار ثم قال فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا ولم يقول من قبل أن يتمسى فهل اتحاد السبب يجعلنا نحمل المطلق على المقيد فنقول أيضا اطعام ستين مسكينا من قبل أن يتمسى إذا فهمت الصور فلنرجع إلى الصورة الأولى اتحاد السبب والحكم ما الحكم فيه يحمل المطلق على المقيد اتفاقا هذا التقسيم الرباعي هو الدارج وهو الأسهل عند طلبة العلم والمستوعب لفهم أحوال المطلق مع المقيد طبق على القاعدة على هذا الحديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول مع حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه ما في وهو يبول تلك رواية مطلقة وهذه مقيدة فالقاعدة تقول نحمل المطلق على المقيد إذن ما الحكم النهي عن مس الذكر باليمين حال البول فقط ليش حملا للمطلق على المقيد هنا جاء تنبيه الشارح الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله يقول القاعدة التي تعلمتم يا ضربة العلم في حمل المطلق على المقيد إنما هي في حال الإثبات والأمر لا في حال النهي فما كان من باب النهي والنفي لا يقال فيه بحمل المطلق على المقيد ليش؟ قال لأنه يفضي إلى هدم مقصود القاعدة التي أريد بها حمل المطلق على المقيد وهو الجمع بين الدليلين فإذا طبقت هذا في النفي والنهي خالفت المقصود ولم تجمع بين الدليلين بل ستعطل أحدهما كما سيتم شرحه بعد قليل هذا التقسيم جعل الأصوليين المتوسعين في ذكر المطلق مع المقيد يقولون المطلق مع المقيد سبع صور وليست أربعة فيقولون في حال اتحاد السبب والحكم وهي صورتنا التي نحن فيها نفرق بين أن يكون مثبتين أو منفيين وفي حال الإثبات هل هو أمر أو نهي من أجل استيعاب الصور لاختلاف الحكم فهذه من الدقائق واللطائف التي نبه عليها الإمام ابن دقيق العيد ونبه عليها أيضا في باب ما يلبس المحرم سيتين إن شاء الله هناك في فائدة ينتبه إليها وهي لطيفة ومهمة في مسألة حمل المطلق على المقيد أعد الحديث يقتضي قال رحمه الله الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول من أين أخذ؟ من قوله وهو يبول نعم ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقة من غير تقييد بحالة البول وهي رواية مسلم كما تقدم أيضا عن أبي قتادة رضي الله عنه نفسه قال وأن يمس ذكره بيمينه ولم يقل وهو يبول نعم فمن الناس من أخذ بهذا الحديث العام المطلق أي حديث؟ رواية مسلم وأن يمس ذكره بيمينه نعم وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد فيختص النهي بهذه الحالة ليش يسبق إلى الفهم؟ على القاعدة الوصولية إذا اتحد السبب والحكم بين المطلق والمقيد يحمل المطلق على المقيد سؤال إيش يعني يحمل المطلق على المقيد؟ تعامل المطلق معاملة المقيد فلما قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى قلت في الاستنباط الفقي تحرير رقبة مؤمنة من أين قيدت النص وهو مطلق؟ من النص المقيد هناك فعديت القيدة من النص المقيد إلى المطلق هذا معنى حمل المطلق على المقيد يعني أخذ القيد من النص الوارد في المقيد وإعماله في النص المطلق قال رحمه الله فمن الناس من أخذ بهذا العام المطلق قال وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق العام محمول على المقيد الخاص فيخص النهي بهذه الحالة لأن نظر الاتحاد السبب والحكم في مسألتنا هذه قال وفيه بحث هنا سينبه على أن هذه الصورة لا تدخل لأن هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر والإثبات فإنا لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلا كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد وقد تناوله لفظ الأمر وذلك غير جائز وأما في باب النهي فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له وذلك غير سائغ هينتبه معي تعال إلى مسألة فتحرير رقبه هذا إيش مطلق أو مقيد مطلق وتحرير رقبة مؤمنة مقيد جئت إلى كفارة اليمين مثلا فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فقلت هناك الرقبة هنا لابد أن تكون مؤمنة غاية ما فعلت أن الإطلاق والانتشار الذي كان في قوله رقبة قيد بوصف الإيمان فأخرج ماذا؟ الكافر طيب الامتثال هنا جعل النص المطلقي مقيداً أبقى المطلق على دلالته والمقيد على دلالته فأعمل الدلالتين فلو أعتق رقبة مؤمنة أيصدق عليه أنه أعتق رقبة؟ نعم ويصدق عليه أنه أعتق رقبة مؤمنة فإذا امتثاله سيفي بالدلالتين خلاص؟ تعال للعكس لصيغة النفي لو قلت لو قال لا تعتق رقبة إيش يشمل؟ المؤمنة والكافرة فلو قال لا تعتق رقبة كافرة خص النهي بماذا؟ بالرقبة الكافرة طيب فلو أعتق رقبة كافرة امتثل للأمرين؟ لا لأنه قال لا تعتق رقبة فيدخل فيه الرقبة المؤمنة أيضاً هنا في الحديث قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه لو قلت سنحمل المطلق على المقيد لن يكون النهي إلا في حالة البول فمن مس ذكره بيمينه في غير حالة البول هل يعد مخالفاً؟ على القاعدة لا يعد لكن على الدليل يعد مخالفاً على الرواية المطلقة فأنت لم تعمل الدلالتين بخلاف حالة الإثبات لما أعتقت رقبة مؤمنة تأتي للنص المطلق فإذا بك ممتثل تأتي للنص المقيد فإذا بك ممتثل أيضاً لكن هنا في النهي لو التزمت بالنهي حال التقييد لكنت مخالفاً للنهي في حال الإطلاق فمن مس ذكره بيمينه في غير حالة البول وقال أنا عملت بالتقييد قالوا خالفت الإطلاق فهذا الفرق بين الإثبات والأمر وبين النفي والنهي قال رحمه الله تعالى فيه بحث لأن هذا الذي يقال اللي هو أيش حمل المطلق على المقيد في اتحاد السبب والحكم يتجه في باب الأمر والإثبات فإنا لو جعلنا الحكمة للمطلقي أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلاً كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد وقد تناوله لفظ الأمر تحرير رقبة لو أعتق رقبة كافرة صدق عليه أنه أعتق رقبة لكنه سيخالف النص المقيد قال ففيه إخلال باللفظ المقيد وقد تناوله لفظ الأمر وهذا غير جائز فمن هناك قالوا في الأمر يحمل المطلق على المقيد لألا يخالف اللفظ المقيد قال رحمه الله وأما في باب النهي فإذا جعلنا الحكمة للمقيد لا يمسكن ذكره بيمين وهو يبول فقد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق الذي هو مس الزكر في غير حالة البول قال مع تناول النهي له وذلك غير سائغين فكأنك تعطل دلالة النص المطلق لأنت عملت بالمقيد فامتنعت عن مس الزكر حال البول لكن في غير حال البول لو تركت ذلك النهي وعملت به فقد خالفت النص المطلق نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث وهو أن ينظر في الروايتين أعني رواية الإطلاق والتقييد هل هما حديث واحد أو حديثان وذلك أيضا بعد النظر في دلائل المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به وبعد أن تنظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم أعني رواية الإطلاق والتقييد فإن كان حديثا واحدا مخرجه واحد اختلف عليه الرواه فينبغي حمل المطلق على المقيد لأنها تكون زيادة من عزل في حديث واحد فتقبل وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه طيب يعني ما قرأته من نصره تقديم وتأخير في بعض النسخ والمعنى مستوعب في اختلاف الكلام يقول رحمه الله ما تقدم في انتباه إلى حمل المطلق على المقيد لا يشمل صورة النهي والنفي قال هذا كله بعد مسألة أخرى تتعلق بصناعة الحديث هل النصان حديثان مختلفان أو حديث واحد تعددت طرقه طيب يش يترتب على هذا لا يترتب عليه كلام مهم إن كان حديثين روى أحدهما أبو قتادة والثاني أبو هريرة أو ابن عباس أو فلان من الصحابة رضي الله عنهم أنت الآن أمام ذليلين نصين مختلفين كما نقول في القرآن آية البقرة وآية المائدة نصان مختلفان هنا هل تنظر إلى هذا يقول هذا مهم طيب ماذا لو كانت الروايات حديثا واحدا مخرجه واحد يقول لا هنا لا أتعامل معها على اعتبار نصين واحد مطلق واحد مقيد هنا سأتعامل معها بقاعدة حديثية أخرى وهو حديث طواه بعض الرواة فزاد بعضهم كلمة لم يذكرها غيره مسألة الزيادة فانظر هل الزائد لها ثقة فتكون ثقة زيادته مقبولة هل هي مخالفة لما رواه هل الثقة هنا إذا زاد شيئا خالف غيره ثقات من الرواة الثقات من هو أوثق منه أو خالف ضعفا ترجع للقاعدة الحديثية يقول هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث أن ينظر في الروايتين أعني رواية الإطلاق والتقييد هل هما حديثان أو حديث واحد مخرجه واحد اختلفت عليه الرواة ما الواقع في حديثنا هو حديث واحد كما قال المصنف فيما بعد وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي إذن ما ذكره من التقعيد لا ينطبق لكنك كسبت فائدة وتعلمت مسألة مهمة في حمل المطلق عن المقيد في غير الإثبات والأمر قال أيضا رحمه الله وإن كان حديثا واحدا فإن كان حديثين فالأمر على ما ذكرنا في الإطلاق والتقييد وإن كان حديثا واحدا مخرجه واحد اختلفت عليه الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد لأن تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل إذن هنا يلزمك أن تقول إن النهي مختص بحالة البول ليش طيب القاعدة والكلام الكثير اللي قلنا قبل قليل هذا كذا كان حديثين لكن هنا ثبت عندي أن الحديث الواحد الذي تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسامعه أبو قتادة ورواه عنه ابنه عبد الله ورواه عنه يحيى بن أبي كثير واحد اللهم أن بعض الرواة أتى باللفظ فذكر القيد والثاني ما ذكره إما سهوا أو اختصارا لكني أتأكد أن الحديث واحد مخرجه واحد وليس إلا تعدد الطرق التي تنقل هذا الحديث فإذن هو ليس من حمل المطلق عن مقيد بل هو حديث واحد فعندئذ قال يتعين الأخذ بالزيادة لأنها من ثقة فهذا حديث مقيد ولا تقول حديثان واحد مطلق واحد مقيد هو حديث مقيد والرواية المطلقة يسعك أن تقول لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم نجزم بهذا يسعك أن تجزم فتقول إنما أسقط بعض الرواة القيدة نسيانا ولهذا يقول بالدقيق عليه اختلفت عليه الرواة يعني يحفظ أحدهما أو حفظ وضبط والثاني لم يحفظ فطالما ذكرها الراوي الثقة وزادها قال وهو يبول إذن هذا يغلب على الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد هذا القيدة وذكره بعدما تنتهي من المسألة الحديثية وتتأكد من كونها حديثان أو حديثا واحدا قال وذلك أيضا يكون بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل وبعد أن ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم وهذا أيضا بسط في مسألة حمل المطلق على المقيد فإنها داخلة في إعمال دلالة المفهوم فتحرير رقبة مؤمنة ما الذي أخرج الكافرة؟ مفهوم المخالفة وما لا يقول به كالحنفية والإمام الرازي فلا عبرة بهذا كله عندهم هذا نص وهذا نص أصلا ما أقول بمفهوم المخالفة فتحرير رقبة مؤمنة لم يخرج الكافرة إنما نص على المؤمنة طيب الكافرة ما حكمها عندهم الذي لا يقول بمفهوم المخالفة كيف يفهم؟ قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة الجهور يقولون هذا القيد يخرج الكافرة فيجوز عدق المؤمنة ولا يجوز عدق الكافرة الحنفية والرازي ومن لا يقول بمفهوم المخالفة إيش يقولون في الرقبة الكافرة يقولون مسكوت عنه فيحتاج إلى دليل فإن دل الدليل على جوازه قلنا يجوز وإن لم يدل قلنا لا يجوز لكن الحديث لا يأمر النص لا يأمر ولا ينهى فيجئت لنص آخر قالوا ذاك في سياق تحرير رقبة إذن يشمل المؤمنة والكافرة نعم الحسن الله إليكم قال رحمه الله الثاني الثاني من ماذا من وجوه الكلام على الحديث نعم الثاني ظاهر النهي التحريم وعليه حمله الظاهري وجمهور الفقهاء على الكراهة طيب أي القولين هو الأصل تحريم فالمطالب بالدليل الظاهرية أم جمهور الفقهاء طيب فما الذي جعلهم يحميه هذا النهي على الكراهة لا على التحريم هل ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أو فعل أو أذن في مسجد ذكر باليمنى طيب هذا غالبا في هذه الأبواب يريدون هذا المعنى يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح إن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم أن ذلك أدب من الآداب وحقيقة هذه القرينة التي يستندون إليها كثيرا لا تساعد دوما وتقعيدها غير مضطرد ثم قال الحافظ بن حجر ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزأه إيش هو؟ الاستنجاء بلمنى أو يتمسح من الخلاء بليمين أساء وأجزأه وهذا أيضا للظاهرية هل من مسح باليمين يجزئ قالوا نعم مجزئ يعني تحقق له الاستنجاء مع التحريم والإثم الذي وقع فيه لأنهم يقولون بالتحريم والحنابلة أيضا يقولون إن النهي للتحريم ويقولون إنه مجزئ وبعض أهل الظاهر بعض الظاهر يقولون لا لا يجزئ فيكونوا آثما واستنجاءه باليمنى غير مجزئ لأن النهي يقتضي الفساد واستنجاءه باليمنى غير معتبر الثالث قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يتناول القبل والدبر وقد اختلف أصحاب الشافعي في كيفية التمسح في القبل إذا كان الحجر صغيرا ولا بد من إمساكه بإحدى اليدين لأن عندك نص في عدم استعمال اليمنى في مسل الذكر ولا في تمسح بالخلاء طيب وأنت في الاستجمار بالحجارة محتاج إلى اليدين كلتيهما واحدة لإمساك الذكر والثانية للاستجمار فلابد أن تقع في إحداهما باليد اليمنى والحديث هنا عن الأمرين لا يمسكن ولا يتمسح طيب فما المحمل للامتثال هنا تكلم الفقراء اختلف أصحاب الشافعي في كيفية التمسح في القبل إذا كان الحجر صغيرا طبعا قال في القبل لأن الدبر يستجمر بيسره ولا إشكال اتكلم عن القبل لأنه بحاجة إلى أن يمسك الذكر بإحدى اليدين والحجر باليد الأخرى فقال بهذا القيد إذا كان الحجر صغيرا لابد من إمساكه بإحدى اليدين نعم بالمناسبة يعني يقولون هذه المسألة يذكرها الشافعية لسبب اللطيف وهو أن الفقيه ابن أبي هريرة الشافعي أتى على بعض علماء أصفهان فقال حضرت مجلس المحاملي وقد حضر من أهل أصفهان شيخ النبيل الهمتي قال فأقبلت عليه وسألته عن مسألة من الطهارة فقال مثلي يسأل عنها يعني أنا جئت أن تسألني عن مسألة تسألها صغير الطلبة ولا تسألني فقال ابن أبي هريرة لا والله إن سألتك إلا عن الاستنجاء نفسه قال فألقيت عليه هذه المسألة فبقي متحيرا لا يحسن الخروج منها حتى فهمته كيف يفعل الحديث نهى عن التمسح وعن المسك قال فكيف تفعل ومن ثم توارد فقهاء الشافعية المسألة فيريدون فيها ما يذكره المصنف هنا فمنهم من قال قال فمنهم من قال يمسك الحجر باليمين والذكر باليسرى فتكون الحركة لليسرى واليمنى قارة يمسك الحجر بيمناه والذكر بيسرى وتكون الحركة باليد اليسرى يحرك الذكر يمسح به على الحجر فتكون اليد اليمنى قارة فهذا كأنه يقول إنه لم يتمسح بيمينه بل أمسك بيسرى وتمسح بيسرى ويده اليمنى أمسكت الحجر محاولة إلى أن يكون هذا وجها يمتثل به النهي في صورته ومنهم من قال يؤخذ الذكر باليمين والحجر باليسرى وتحرك اليسرى والأول أقرب إلى المحافظة القول الثاني يؤخذ الذكر باليمنى والحجر باليسرى وتحرك اليسرى فيكون ممسكا لذكره بيمناه لكنه سيقع في إحدى صورتي النهي لهذا قال المصنف والأول أقرب إلى المحافظة على الحديث يقول الإمام الصنعان رحمه الله قلت وثمت صورة أيسر على المستجمر من كل ما ذكر وهي أن يمسك الحجر بأصابع يده اليسرى ويمسك رأس ذكره بها يعني بيسرى ويستجمر قال يوى عليه فعل الأكثر من الناس قال يمسك الحجر بأصابع يده اليسرى ويمسك رأس ذكره بيسرى ويستجمل أن يحرك الحجر الذي بأصابعه وبالتالي أمسك بيسرى وتمسح بيسرى قال وهو أيسر ولا حاجة لاستعمال اليمنى لا في إمساك الذكر ولا في إمساك الحجر ولا في التمسح وعلى كل حال كل هذا من أهل العلم توجه إلى امتثال التوجيه النبوي الكريم تعظيما لأدب الشريعة وامتثالا لها رحمة الله على الجميع نعم حسن الله عليكم الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الإناء يراد به إبانة الإناء عند إرادة التنفس لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقدر للغير وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير لعيافته له وقد ورد في حديث آخر إبانة الإناء للتنفس ثلاثا وهو هاهنا مطلق حديث أنس رضي الله عنه في مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ صلى الله عليه وسلم فالحديث هنا أنه كان يبين الإناء إيش يعني إبانة الإناء؟ إبعاده عن الفم من أجل التنفس كان في الشراب وهنا قال لا يتنفس في الإناء التنفس يشمل أن يمسك الإناء ليشرب فيقع التنفس فيه وهو يشرب ويشمل أن يتنفس في الإناء ولو لم يكن يشرب وجاء النهي هنا مطلقا لا يتنفس في الإناء قال يراد به الإبانة عند إرادة التنفس وعلّل ذلك كما قال لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقدر للغير أن يخرج من أنفه أثناء التنفس شيء يقع في الماء فيؤذي الشارب بعده أو المستعمل للماء أو يقدر الماء والطب الحديث اليوم أيضا يذكر أن التنفس وهو إخراج الزفير من الفم أو من الأنف أيضا مظنة مفسدة فيما يخرج من الهواء الفاسد الذي يؤثر ضررا في الماء الذي يقع فيه ذلك النفس والحديث هنا مطلق وفي رواية مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يتنفس كان يبعد الإناء ويتنفس ثلاثا لقصد الشرب صلى الله عليه وآله وسلم وإبانة الإناء كما قال أهنأ وأحسن في الأدب وقيل علّة الكراها أن كل شربة مستأنفة فيستحب الذكر في أولها والحمد في آخرها فإذا وصل الشراب دفعة واحدة ولم يفصل فقد أخل بسنن قال ابن وضاح رأيت سحنون إذا شرب سمى فيتناول من الماء ثم يبين القدح فيحمد الله ثم يفعل ذلك مرارا عدة في الشربة الواحدة ثم قال وهو حسن وليس سنة يعني لا يقصد بذلك فعل سنة ثابتة بهذا الوصف حمدا وبسملة وينبه أهل العلم أيضا إلى أن النهي هنا لا يختص بالشراب بل الطعام مثله فيكره النفخ في الإناء والنفس والتنفس في معنى النفخ ويدل على ذلك ما في الترميذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذات أراها في الإناء فقال عليه الصلاة والسلام أهرقها قال الرجل فإني لا أروي من نفس واحد قال فأبني القدح إذا عن فيك قال الترميذي حديث حسن صحيح وكذلك ينبهون على حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا ومن اللطائف كما ذكر ابن الملقم قال اختلف العلماء في هذه الأنفاس الثلاثة أيها أطول ليس في النفس يعني في الشربة أنت الآن تتنفس ثلاثا تشرب شربة وثانية وثالثة قال أي الأنفاس هذه أطول على قولين قال أحدهما الأول أطول والثالث للسنة فإنه إذا أطال المرة الأولى حصل الري منها فيبقى ما عداها اتباعا للسنة والقول الثاني أن الشربة الأولى أقصر والثانية أزيد والثالثة أزيد من الجميع ليجمع بين السنة والطب لأنه إذا شرب قليلا وصل إلى جوفه من غير إزعاج وهذا كله إنما يدل على أدب جاءت به الشريعة فهل الحديث فيه نهي عن الشراب من نفس واحد هل هذا فيه دلالة على النهي عن الشرب من نفس واحد نعم فقال في الحديث جواز الشرب من نفس واحد لأنه إنما نهى عن التنفس والذي يشرب من نفس واحد ولم يتنفس لم يكن واقعا في النهي وهو مقتضى حديث أبي سعيد الذي تقدم قبل قليل قال المازري ومذهبنا جوازه وحكاه القاضي أيضا عن بعض السلف كسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز قال وكرهه بن عباس وعكرمة وعطاء وقالوا هو شرب الشيطان أن يشرب من نفس واحد وقد عرفت كلام السلف فيه والله أعلم نعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين طيب قبل حديث بن عباس نمر أيضا باختصار على التطبيقات الأصولية لهذا الحديث الكريم لا يمسك أن أحدكم ذكره لا يتمسح لا يتنفس فيه كما قلنا ثلاث جمل فيها ثلاثة مناه والنبي عليه الصلاة والسلام نهى وقد مر بك خلاف الفقهاء في حمله على التحريم أو على الكراهة والأصل التحريم وعلى مدعي الكراهة القرينة وتقدم بك كلام الجمهور أن القرينة أنه من باب الأداب الشرعية لا يمسكن أحدكم فيه عموم أين هو أحدكم لأنها مضافة إلى معرفة فكل أحد منكم شامل له هذا المعنى قوله ذكره هل هو تخصيص هذا النهي للرجال دون النساء السؤال بطريقة أخرى هل يشمل النهي النساء في مسي الفرج باليمنى قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء هذا صريح قوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ظاهر النهي كما رأيتم أنه عن مسي الذكر والحديث متجه للرجال فهل يشمل النساء أيضا فإن قلت نعم فكيف ومن أين يشمل ذلك وإن قلت لا فهل هو أخذ بظاهر الحديث واقتصار على ما جاء في قول لا يمسكن أحدكم ذكره طيب النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخطاب هنا للرجال خاصة ولم يتطرق إلى شأن النساء فتكلم الفقهاء في هذا الباب فهل هو المقصود منه الخطاب الذي يطلق أو يوجه أصله للرجال لأنه الغالب فيكون النساء في حكمهم إما من باب الاشتراك في المعنى أو من باب القياس معنى في الفارق فتقول النساء مشمولات بهذا المعنى لعموم الحكمة التي جاء بها النهي وهو إكرام اليد اليمنى عن استعمالها ما العلة التي ورد من أجلها النهي في استعمال اليد اليمنى تنزيهها من إيش طيب فإذا قلت إن مست الذكر إنما هو مست بضعة منك قال إنما هل هو إلا بضعة منك فما الفرق بين أن تمس ذكرك بيمنى أو تمس فخذك أو ركبتك أو أصبعا من رجلك طيب حتى النهي المطلق في غير حالة البول قالوا لأنه مظنة النجاسة ثم تكلموا بعلى اللطيفة قالوا إذا وقعت يده على النجاسة سواء لمسه حال البول أو تمسحه من الخلاء ربما عافت نفسه استعمال يمناه عند الطعام والشراب فيكون ذلك مؤثرا عليه فجاءت الشريعة بالكمال في ذلك وهو أن يبقى على حاله فيقال في شأن النساء يدخل فيه أو لا يدخل تطرق لذلك الفقهاء فمنهم من قال هو مع نفي الفارق فيدخل النساء فيه وهو من باب حمل هذه الأوامر النواهي الشرعية للرجال والنساء على حد سواء أسوة في ذلك أن النهي الذي ورد فيه محمول على ما يختص بالمكلف رجلاً كان أو امرأة وذكر الرجال هنا إن رأيته على هذا المعنى خاصاً به فيلحق النساء بهن فيلحق النساء بالرجال من باب الاشتراك في المعنى أو من باب القياس إذا عديت العلة والله أعلم قال عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول مر بك أن وهو يبول هذا قيد فيختص النهي به ويحمل على هذه الحالة خاصة وسبب قيده بالبول ما هو ملابس للنجاسة عند هذه الحالة ولا يتمسح من الخلاء بيمينه هذا نهي أيضاً وفيه ما تقدم ما المقصود بالخلاء هنا؟ المكان؟ لا المقصود به هنا النجاسة الخارجة لا يتمسح من البول أو الغائط فهنا أطلق الخلاء على الخارج من الإنسان لا على المكان وهو مجاز كما تقدم بكم لا يتمسح بيمينه فأجاز بذلك أو وجه إلى التمسح باليسرى ولا يتنفس في الإناء الإناء هنا معرف فعلى ماذا يحمل؟ على العمو كل إناء ولا يقال إناء صغير وكبير ولو حمل سطلاً أو برميلاً فأكفأه على فمه فشرب منه فإنه داخل فيه إذا كان يستعمله بهذه الطريقة ويدخل فيه أيضاً إناء الخشب والخزف والزجاج وغيرها من الأواني المصنوعة من المعادن ويشمل أيضاً الإناء الفارغ والممتلئ وما فيه شرب ماء وغيره ومر بك أن الإناء للطعام كالإناء للشراب والنهي على التنفس هناك كالنهي على النفخ في الطعام والله أعلم نعم بالمناسبة في مسألة إلحاق النساء بالرجال يعني يورد الفقهاء إيراداً على الظاهرية لما حملوا النهي في حديث لا يمسكن ولا يتمسح على التحريم قالوا إلا إذا دلت القرين على الكراها وحمله الظاهرية على التحريم وكذاب بن حزم على التحريم فقالوا لا يجوز مس الزكر باليمين إلا من ضرورة وغير مجزئ وبالتالي فعليه الإعادة لأنه لم يتحقق به المقصود فهذا مخالفة لما عليه الجمهور في حمل النساء على معنى الرجال والله أعلم نعم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا هذا آخر أحاديث الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه من باب الاستطابة إلا الوعيد الذي جاء في عدم الاستتار أو الاستنزاه من البول وهو موضع الشاهد أن البول أكرمكم الله لنجاسته يتعين على المسلم التطهر منه وإلا أصاب الوعيد أجارنا وأجاركم الله والوعيد شديد يعذبان في القبر على هذا الأمر المذكور في الحديث وفيه ما سيأتي في كلام أهل العلم بالإفادة من فقه الحديث نسأل الله عز وجل من فضله الحديث بألفاظه التي سمعتم قال فأخذ جريدة وفي لفظ البخاري قال فدعا بجريدة وكسرها كسرتين قال لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة في لفظ عند البخاري في كتاب الوضوء لا يستنزه من بوله ولهذه فائدة مهمة ستأتيك بعد قليل في فرق بين من البول أو من بوله الجواب نعم وفيها استنباط فقهي لفظ مسلم فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ولفظ البخاري فوضع على كل قبر منهما كسرة قال الحافظ في فتح الباري لا يعلم اسم المقبورين ولا أحدهما يقول الحافظ في الفتح الظاهر أن ذلك كان عن عمد من الرواة والقصد الستر عليهما قال وهو عمل مستحسن وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به هذا أصل كبير لكن لو كانت الأحاديث والرواية فيها فضيلة ومنقبة يسمى صاحبها فأقبل فلان فقال عليه الصلاة السم لفلان كذا وكذا فما كان من الفضائل والمناقب يحرص على ذكره يقال هذا لأن المحدثين المحققين والمبحرين منهم كالحافظ ابن حجر في الفتح يستقصر روايات ليقف على ما أبهم في رواية الصحيح ولو كان من طريق ليس على شرط الصحيح لكن هو استقصي في جمع طرق الحديث فيقول رحمه الله وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به يقول وما حكاه القرطبي في التذكيرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعدهما الرجلين المذكورين في الحديث سعد بن معاذ فهو قول باطل يدل على بطلانه أنه صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد كما في الصحيح وأما هذان فعند أحمد من حديث أبي أمامة أنه قال لهم صلى الله عليه وسلم من دفنتم اليوم هاهنا فدل على أنه ما حضر الدفن ولو كان سعد لكان حاضرا عليه الصلاة والسلام نعم عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشي الهاشمي المكي أحد أكابر الصحابة في العلم سمي بالحبر والبحر لسعة علمه مات سنة ثمان وستين ويقال كان سنه حين إذن اثنتين وسبعين سنة وبعضهم يروي سنه إحدى أو اثنتين وسبعين سنة أعني في مبلغ سنه وكان موته بالطائف ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن من كان يحبه عمر رضي الله عنه ويدنيه ويدخله مع كبار الصحابة ويشاوره ويعده في المعضلات ويقول هو فتى الكهولي يقصد أنه من خيرة الصحابة الذين لم يمنعهم صغر سنهم عن إدراك مبارغ الكبار من الصحابة قال هو فتى الكهول له قلب سؤول له لسان سؤول وقلب عقول وقال ابن مسعود هو ترجمان القرآن لو أدرك أسناننا ما عاشره منا رجل يقول لو بلغ مرحلتنا في العمر وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدانه منا أحد يقول لو أدرك أسناننا ما عاشره منا رجل قال القاسم بن محمد ومجاهد وهما من كبار التابعين ما سمعنا فتية أحسن من فتية بن عباس إلا أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ساق الحديث فلا شيء أحسن من كلامه إذا تكلم قال طاوس أدركت نحو خمسمائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خالفوا ابن عباس لم يزل يقررهم حتى ينته إلى قوله وقال يزيد بن الأصب خرج ابن عباس رضي الله عنهما حاجا مع معاوية رضي الله عنه فكان لمعاوية موكب موكب الخليفة ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم يسير في ركابه طلبة العلم في قافلة الحج لكثرتهم يصبحون موكبا يسير معه رضي الله عنه قال مسروق كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس وإذا تكلم قلت أفصح الناس فإذا تحدث قلت أعلم الناس وقال القاسم بن محمد ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط وما سمعت فتوى أشبه بالسنة من فتواه وقال عمر بن دينيار ما سمعت معلما أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس الحلال والحرام والعربية والأنساب وأحسبه قال والشعر والأثر المشهور فيما يرويه أبو وائل شقيق بن سلمة قال خطبنا بن عباس رضي الله عنهما وهو على الموسم فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله لو رأته فارس والروم لأسلمت وقال عبيد الله بن عبد الله ما رأيت أحدا كان أعلم بالسنة ولا أجلد رأيا ولا أثقب نظرا من ابن عباس وكان عمر كما تقدم يعده للمعضلات قال الحسن هو أول من عرف بالبصرة فقرأ سورة البقرة فسرها آية آية وابن عباس رضي الله عنهما جم المناقب وإن كان من صغار الصحابة سنا لكنه رضي الله عنه من كبارهم شأنا من مناقبه مبيته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة والحديث المروي فيه وهو من أكثر الصحابة حديثا مع صغره سنا ولم يلحق بنبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد فتح مكة على القول بأن والده العباس كان يستخفي بإسلامه فكثرة روايته التي بلغت ألفا وستمائة وستين حديثا اتفق الشيخان منها على خمسة وسبعين تقريبا دل على ملازمته للعلم وطلبه إياه ولزومه الصحابة رضي الله عنهم من أجل الحرص عن رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بالطائف وقبره بها وهو ابن أحدى وسبعين سنة على الصحيح في أيام عبد الله بن الزبير لما كان في إمرته على الحجاز وكان قد اعتزل الفتنة ولم يبايع ورحل إلى الطائف ومات هناك ولما مات قال محمد بن الحنفية وقد صلى عليه بالطائف اليوم مات رباني هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه أحسن الله إليكم ثم الكلام عليه من وجوه أحدها تصريحه بإثبات عذاب القبر على ما هو مذهب أهل السنة واشتهرت به الأخبار من المخالف المسألة؟ طيب يذكر الخلاف عن المعتزلة والدقيق فيه أنه عن بعضهم وليس عن كلهم ولهذا قال القاضي عبد الجبار المعتزل في طبقاته إنما أنكر ذلك يعني عذاب القبر إنما أنكر ذلك أولا ضرار بن عمر ولما كان من أصحاب واصل ظن ذلك مما أنكرته المعتزلة وليس الأمر كذلك هذا كلام عبد الجبار قال بل المعتزلة رجلان أحدهما يجوز ذلك كما وردت به الأخبار والثاني يقطع بذلك قال وأكثر شيوخنا يقطعون بذلك بإيش؟ بوقوع عذاب القبر قال أكثر شيوخنا ثم قال وإنما ينكرون قول جماعة من الجهلة إن أصحاب القبر يعذبون وهم موتا قال ودليل العقل يمنع من ذلك ونقل القرطبي عن الملاحدة ومن تذهب بمذهب الفلاسفة أيضا إنكار عذاب القبر فهذا للتنبيه أنه ليس كل المعتزلة مخالف في مسألة عذاب القبر نعم قال أحدها تصريحه بإثبات عذاب القبر على ما هو مذهب أهل السنة واشتهرت به الأخبار وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون سائر المعاصي مع أن العذاب بسبب غيره بين الخصوصية لما ذكر العذاب قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وذكر مسألة البول فدل على أن عذاب القبر الذي هو ثابت هو فقط عذاب لهذا العاصي الواقع في هذه المعاصي الجواب لا عذاب القبر أنواع منه عذاب الكافر والمنافق الذي يضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة عذاب القبر أنواع أجارنا وأجاركم الله لكن لهذا النوع من المعاصي خصوصية ولأجده ذكر هنا في الحديث نعم قال وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون سائر المعاصي مع أن العذاب بسبب غيره أيضا إن أراد الله عز وجل ذلك في حق بعض عباده وعلى هذا جاء الحديث تنزه من البول فإن عام متى عذاب القبر منه وكذا جاء أيضا أن بعض من ذكر عنه أنه ضمه القبر أو ضغطه فسئل أهله فذكروا أنه كان منه تقسير في الطهور طيب هذا المعنى الذي نتكلم عنه وهو الشاهد من الحديث الذي يذكر فيه الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بالقبرين فقال إنهما لا يعذبان هذا غيب وإنما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله لأن ما في القبر غيب فقال إنهما لا يعذبان ثم ذكر علة العذاب وهو موضع الشاهد وهو الحكمة التي تستفيدها الأمة سبب العذاب يذكر ليجتنب قال أما أحدهما فكان لا يستتروا أو لا يستنزيكم ما سيأتيكم بعد قليل في إضافة عذاب القبر خصوصية دون سائر المعاصي مع وجود عذاب في القبر بغيره أيضا إن أراد الله عز وجل بعض ذلك في بعض أو في حق بعض عباده فقوله لا يستنزه من البول أو من بوله كما سيأتي بعد قليل الثاني قوله وما يعذبان في كبير يحتمل من حيث اللفظ وجهين والذي يجب أن يحمل عليه هاهنا أنهما لا يعذبان في كبير إزالته في كبير إزالته أو دفعه أو الاحتراز عنه أي أنه سهل يسير على من يريد التوقي منه ولا يريد بذلك أنه صغير من الذنوب غير كبير منها لأنه قد ورد في الصحيح من الحديث وإنه لكبير فيحمل قوله وإنه لكبير على كبر الذنب وقوله وما يعذبان في كبير على سهولة الدفع والاحتراز خلاصة قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير النفي هنا ما يعذبان في كبير يعني ليس في فعل كبيرة من الكبائر ليش لا عليك أن تفهم الحديث لأنه كما قال في بعض رواية الحديث في الصحيح عند البخاري قال وإنه لكبير طب نفى وأثبت فمستحيل أن يتجه الإثبات النفي على شيء واحد وإنه لكبير يعني ذنبه وجرمه إذن هو في الكبيرة فماذا يقصد وما يعذبان في كبير قال المصنف رحمه الله تعالى يتعين أن يحمل على أحد الوجهين والذي يجب أن يحمل عليه أنهما لا يعذبان في أمر كبير يعني أمر صعب يعني كان الأمر يسيرا لو اعتنى به صاحبه ليس أمرا كبيرا صعبا شاقا ما هو التطهبر من البول الاستنزاء الاستنجاء بالماء ما يعذبان في كبير إزالته أو كبير دفعه أو كبير الاحتراء يعني سهل يسير على من يريد التوقي منه وليس المقصود لا يعذبان في كبير إثبات أنه صغيرة من الصغائر ليش؟ لسببين الأول قال لأنه قد ورد في الصحيح وإنه لكبير فيتعين أن تحمل قوله وإنه لكبير على أنه من الذنوب الكبيرة فيكون المنفي والمثبت هنا ليس فيه تعارض وقال الدودي وابن العربي كبير المنفي بمعنى أكبر ما يعذبان في كبير يعني في أكبر الكبائر قال وإنه لكبير إثبات أنه كبير يعني ليس ذلك بأكبر الكبائر كالكفر بالله والقتل وإن كان كبيرا في الجملة وقيل وما يعذبان في كبير ليس بكبير في الصورة لأنها يعني مسألة عدم استثار من البولة والاستنزاه من الأمور الصغيرة المحقرة التي تدل على تساهل في أمر يجلب الدناءة لصاحبه وهو كبير في الذنب ولهذا فإن ننقل رحمه الله لما جمع ما أورده الشراح قال ما يعذبان في كبير فيه تأويلات أحده ليس بكبير عندكم وهو عند الله كبير ما يعذبان في كبير في نظركم وإنه لكبير عند الله عز وجل قال وإن كان صغيرا عندكم يدل عليه رواية البخاري في كتاب الأدب قال وإنه لكبير أو قال وما يعذبان في كبير ثم قال عليه الصلاة والسلام بلى أي بلى إنه كبير عند الله مثل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم القول الثاني أو التأويل الثاني ليس بكبير ليس بأكبر الكبائر وهو قول الدوود وابن العربي وإن كان كبيرا فإن الكبائر متفاوتة الوجه الثالث ليس كبيرا في زعمهما المقبورين الرجلين ما يعذبان في كبير في نظرهما في زعمهما القول الثاء الرابع ما يعذبان في كبير كما قال الشارح ليس كبيرا تركه لأن التنزه من البول وترك النميمة أمر غير شاق والخامس أن النميمة من الدناءات المستحقرة بالإضافة إلى المرؤة وكذلك التلبس بالنجاسة لا يفعله إلا حقير الهمة فقوله ما يعذبان في كبير يعني ليس شيئا كبيرا بل أمر حقير في نظر الناس لكنه كبير في الجرم والذنب عند الله عز وجل وقيل في التأويل السادس يحتمل أن جبريل عليه السلام نزل عليه إثر هذه الكلمة لما قال ما يعذبان في كبير فكان ينفي كونها من الذنوب الكبائر فأتاه بالوحي وأعلمه أن ذلك كبير فقاله ذكر هذا من الشراح بن التين في شرح البخاري السادس أنه ليس كبيرا عند الله وهو كبير لو رأيتمه الثامن أن معناه وما يعذبان معا في كبير وإنما المعذب في الكبير أحدهما وهو صاحب النميم قال ابن الملق وفيه نظر على كل حال هي وجوه في محاولة التأويل معنا وما يعذبان في كبير وما ذكره الشارح هنا أيضا سائغ مقبول في سياق الحديث والله أعلم السلام عليكم الثالث قوله أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله هذه اللفظة أعني يستتر قد اختلف فيها الرواة على وجوه وهذه اللفظة تحتمل وجهين أحدهما طب هذه اللفظة قبل الوجوه التي ذكرها الرواة فيه يستتر خليك الآن مع رواية لا يستتر ما الذنب الذي وقع فيه الرجل هذا حتى عذب في قبره لا يستتر من بوله يعني يكشف عورته صح؟ لا يستتر قال المصنف تحتمل وجهين الحقيقة الاستتار هو تغطية العورة فيكون الذنب هنا ما هو؟ كشف العورة طيب والمعنى الثاني إيش؟ التنظف فهل التنظف من البول أو الاستنجاء يسمى استتارا؟ قال نعم مجازا طيب أي المعنى يأولى الحقيقة أولى المجاز إذن فلن يكون المعنى كشف العورة هو الذنب لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بعد احتمال اللفظ إلا بما يسمح بذلك قرائن فقال هنا أكثر من قرينة واحد اللفظ نفسه كيف؟ من البول فلو كان المقصود كشف العورة تقول يستتر من البول؟ لا فإذا قولوا من البول قرينة أن الاستتار متعلق بالبول فالاستتار من البول أن تتقي منه فكأنك استثرت من البول قرينة ثانية الألفاظ الأخرى الواردة في الحديث لا يستنزه لا يتوقع كما سيأتيك في كلام الشارع نعم وهذه اللفظة وهذه اللفظة تحتمل وجهين أحدهما الحمل على حقيقتها من الاستتار عن الأعين ويكون العذاب على كشف العورة والثاني وهو الأقرب أن يحمل على المجاز ويكون المراد بالاستتار التنزه عن البول والتوقي منه إما بعدم ملابسته أو بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به كانتقاض الطهارة وعبر عن التوقي بالاستتار مجازا ووجه العلاقة بينهما أن المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول وإنما رجحنا المجازة وإن كان الأصل الحقيقة لوجهين قلنا ما الوجهان سياق الحديث والألفاظ الأخرى في الروايات للفظة يستتر جميل نعم أحدهما أنه لو كان المراد أن العذاب على مجرد كشف العورة كان ذلك سببا مستقلا أجنبيا عن البول فإنه حيث حصل الكشف للعورة حصل العذاب المرتب عليه وإن لم يكن ثمة بول فيبقى تأثير البول بخصوصه مضطرحا عن الاعتبار والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى نعم هذا واضح وأيضا فإن لفظة من لما أضيفت إلى البول وهي غالبا لابتداء الغاية هذا أيضا من السياق الذي هو قرينة استتروا من البول من هنا لابتداء الغاية فإذا لها اتصال بالبول ولا علاقة لها بكشف العورة نعم قال وأيضا فإن لفظة من لما أضيفت إلى البول وهي غالبا لابتداء الغاية حقيقة أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازا تقتضي نسبة معنى الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى نعم ويؤيد هذا أن رواية أبي بكرة رضي الله عنه للحديث وهذا عندنا من رواية ابن عباس أخرج أحمد بن ماجة عن أبي بكرة قال أما أحدهما فيعذبوا في البول هذا صريح ومثله أيضا في الطباران من رواية أنس رضي الله عنه فبالتالي الحديث تعددت مخارجه أنس وابن عباس وأبي بكرة وإذا كانت يستتر من البول محتملة فالصريح هناك يعذب في البول صريح بأن المراد هو ما حمله على المصنفنا نعم الوجه الثاني أن بعض الروايات في هذه اللفظة نعم من الأوجه التي لأجلها حملنا يستتر على المعنى المجازي وليس على الحقيقي نعم الوجه الثاني أن بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بأن المراد التنزه من البول وهي رواية وكيع ولا يتوقى وفي رواية بعضهم لا يستنزه فتحمل هذه اللفظة على تلك ليتفق معنى الرواية نعم وهذا مرجح قوي جدا لأن الحديث عن ابن عباس واحد واختلف الرواية فيه ففيها روايات الأولى لا يستتر التي هي رواية الباب عندنا حديث الصحيحي والثانية لا يستبرئ من الاستبراء وهي عند النساء في السنن الصغرى والثالثة لا يستنزه وهي عند مسلم من الاستنزاه بمعنى التنزه وهي النظافة والرواية الرابعة في غير الصحيح لا يتوقى التي أشار إليها الشارح قبل قليل وهي عند البيهقي زاد بن الملق قال لا يستنثروا هي أيضا قال من الروايات التي روي بها الحديث ومنها أيضا بمثنات فوقية لا يستثروا معناها إمرار الأصابع على مجرى البول فأورد ابن الملق الرحمه الله تعالى جملة من الروايات التي فيها ألفاغ قال فهذه ثمان روايات وكلها يقوي ترجيح الاستنزاه لا معنى الاستتار ويستدلوا بالرواية الأولى على اشتراط الطهارة كما قال نعم الرابع في الحديث دليل على عظم أمر النميمة وأنها سبب العذاب وهو محمول على النميمة المحرمة فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة كما نقول في الغيبة إذا كانت للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع ولو أن شخصا اطلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له طيب هو فقط للفائدة النميمة من الكبائر يدل على ذلك النصوص العظيمة التي عظمت أمر النميمة هماز مشاء بنميم لا يدخل الجنة نمام فعلى ذلك عدت من الكبائر إذا كان الوعيد عليه الحرمان الجنة والعياذ بالله وإن كان المعنى الحرمان دخولها ابتداء حتى ينال العاصي حظه من العقابي ليتطهر قبل دخول الجنة فالمقصود الحديث قال وأما لأخر فكان يمشي بالنميمة ليس هو شاهد الحديث من الباب لكن الشارح أتى عليه لتضمن الحديث إياه قال محمور على النميمة المحرمة النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد قال فماذا لو كان في النميمة مصلحة كيف يعني أن تنقل كلام شخص لآخر ليتقي شره لتحذره فيقول هذا غير داخل في المنع واستدل بأن الغيبة وهي محرمة أيضا تجوز في النصيحة ولذلك لما عدت المواضع التي تباح فيها الغيبة قال الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري فإذا كانت في حالات يجوز فيها غيبة المرء ولا يعد غيبة فكذلك النميمة قال رحمه الله إذا اقتضى ترك النميمة مفسدة تتعلق بالغير أو اقتضى فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة قال ولو أن شخصا اطلع من آخر على قول اقتضي إقاع ضرر بإنسان فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرق قال لوجب ذكره له لكن يحترز من شيء كما نبه إليه الصنعان أن النقل هذا إذا أردت أن تنقل كلام إنسان لإنسان لتحذره من شر يقع به إن كان يولد مفسدة تتعلق بمن ينقل إليه الكلام مثل إيش قال أقل لحوال إثارة وحشة من نقل إليه عن من نقل عنه أو إنزاله الضرر به قبل وقوع شيء يعني يتغدابه قبل لا يتعشابه فيبادر بأذيته لما بلغه أنه سيؤذيه قال الصنعان فمن مرجح لهذه المفسدة على تلك المفسدة قال فلابد من تقييد ذلك بما إذا علم الناقل أنه بإخباره الغير لا يحصل عنه إلا الاحتراز عن نزول المكروه به وأنه لا يصدر عنه من نقل عنه إضرار ولا غيره وإلا حرم عليه نقل الكلام لأنه سيكون سببا لإضرار بالمنقول عنه ولم يتقدم منه إساءة غير القول فإذا قال بالجملة فالمسألة وهذا كلام مهم يعني حيث جوزنا النميمة بالقسين غير الممنوعة للمصلحة قال وبالجملة فالمسألة محل تورع ونظر وترجيح بين المفاسد قال ولا أعلم فيها كلاما لأحد يعني لم يجد تنظيرا لأهل العلم في ذكر موازنة مفاسد النميمة إذا ظن في نقلها مصلحة من وجه ما فمبناها كما قال رحمه الله على التحرز ومن هنا ينقل أهل العلم مواقف السلف في تحريهم في تورعهم عن النميمة لسوء صنيعها ودمامة فاعلها حكي أن رجلا ذكر يعمر بن عبد العزيز أو ذكر عنده رجلا بشيء فقال له عمر بن عبد العزيز إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك قال العفو يا أمير المؤمن لا أعود إليه أبدا فكانوا يؤدبون من معهم ومن تحتهم على أن هذا المسلك دميم وحكي أيضا أن إنسانا رفع إلى الصاحب ابن عباد رقعة بخطه أو يحضه فيها على أخذ مال يتيم وكان مالا كثيرا فكتب على ظهرها الصاحب ابن عباد النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة والميت رحمه الله واليتيم جبره الله والمال ثمره الله والساعي لعنه الله وذكر السعات عند المأمون إيش يقصدون بالساعي والسعى النمامون هولا نقلة الأخبار والوشات والمغرضون ومن يرصد عبارات الناس وأقوالهم وينقلها بغية الإضرار بهم واتهامهم ذكر السعات عند المأمون فقال لو لم يكن من عيبهم إلا أنهم أصدق ما يكونون أبغض ما يكونون عند الله يعني هم إذا صدقوا فهم في فعلهم فعل بغيض هذا إذا صدقوا فكيف إذا كذبوا والله المستعان ولهذا يذكرون فيها شيء لطيف منها أن الحسن بن علي رضي الله عنه لما سقي السم قال يحيو بن يزيد قلت للحسن أخبرني من سقاك فدمعت عيناه وقال أنا في آخر قدم من الدنيا وأول قدم من الآخرة تأمرني أن ألمز يعني تورع حتى في الساعة يعني يعرف أن الذي سيترتب على الإفصاح بذكر من تسبب فيه أنه يؤخذ فكانوا رضوان الله عليهم في أعلى مراتب الورع والحرص على تنقية صحائفهم من مثل هذه المكدرات نعم أحسن الله إليكم الخامس قيل في أمر الجريدة التي شقها اثنتين فوضعها على القبرين وقوله صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبس إلى أن النبات يسبح ما دام رطبا فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له بركته فلهذا اختص بحالة الرطوبة اختلف في الحكم من التخفيف في قوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أي الجريدتان الرطبتان فقيل إنه عليه الصلاة والسلام شفع لهم هذه المدة وقيل ما ذكر المصنف رحمه الله أنه بتسبيح الرطب من هذا الخلق يحصل لهما تخفيف العذاب أو رفعه أو يخفف عنهما كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الطيبي الحكمة يحتمل أن تكون غير معلومة يعني أمر غيبي وهذا هو الأقرب والأظهر والعلم عند الله قال الخطاب هو محمول على كونه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة والرطوبة لا أن في الجريد معنى يخصه ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس ولهذا استنكر الخطابي رحمه الله وغيره ما يفعله الناس من وضع الجريد ونحوه على القبر عملا بالحديث قال الطرطوشي لأن ذلك خاص ببركة يده الكريمة صلى الله عليه وسلم وتعقبه الحافظ بن حجر فتداول العلماء مثل هذا الصنيع قال الحافظ بن حجر ليس في المقام ما يقطع به أنه باشر صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة بيده الكريمة بل يحتمل أن يكون أمر به فقوله شقهما غرزهما وضع في كل قبر واحدة فيه إشارة إلى أنه فعل ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام قال القاضي عيان لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب قال لا يعذبان فلا يتم القياس يعني أنت إذا قبرت قريبا لك فجئت تضع الجريدة هل هو بناء على اطلاعك على أنه معذب فتلتمس له التخفيف هذا لا يثبت به شيء فإذا قال قائل بل ألتمس ما يخفف به وتستجلب به الرحمة استنباطا من هذا الفعل فقال القاضي عيان هذا أمر مغيب فلا يتم القياس لأنه لا نعلم حصول العلة فإنه لا نعلم من يعذب في قبره وإن كان قد تأسى بذلك بعض السلف فثبت عن بريدة بن الحصيب الأسلم رضي الله عنه أنه أوصى أن توضع على قبره جريدتاني وذكر ذلك البخاري في الصحيح معلقا بصيغة الجزم فقالوا هذا غالبا ما تم إلا لأنه التمس في ذلك تأسيا من صنيع رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الخفاجي وعليه عمل الناس إلى الآن حتى رتبوا لذلك أوقافا قال الصنعاني فتناهت البدعة حتى اعتاد الناس حك أحجار القبر عند الزيارة بالجص وتخصيصه بذلك قال وابتداع الناس في شأن القبور أمر لا تتسع له هذه السطور فقوله وضع الجريدتين تناول العلماء تعليل ذلك من الذي قصده عليه الصلاة والسلام فقيل إنه سأل الله الشفاعة لهما مدة بقاء الجريدتين رطبتين فلقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا فيجاب بدعوته عليه الصلاة والسلام وقيل بل ربما كان وحيا أوحيا إليه أن العذاب يخفف بما التمس من بركة دعائه عليه الصلاة والسلام وقيل ما ذكر المصنف أن الجريدة ما دامت رطبة فإنها تسبح وهذا ضعيف لأن الله يقول وإمي شيء إلا يسبح بحمدي فلو جفت الجريدة ويبست فإن تسبيحا مستمر فلا يرتبط هذا به ويعني الصنيع هنا يعني التفاوت فيه أهل العلم وهل التسبيح حقيقة أو مجاز؟ لكن ما ذكره البخاري عن بريدة بن الحصيب بأن أوصى يجعل في قبره جريدتاني فيه أنه أوصى بمثل ذلك قال ابن سعد في الطبقات وساق بسنده قال أوصى بريدة أن توضع في قبره جريدتاني فكان أم مات في أدنى خراسان فلم توجد إلا في جوالق حمار فعلقه البخاري مجزوما قال الحافظ بن حجر كأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بذينك الرجلين قال ابن رشد ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما فلما أورد البخاري حديث ابن عباس عقبه بقول ابن عمر إنما يظله عمله يعني أن هذه الشفاعة ليست هي التي تكون مرجعا للعبد إذا أوى إلى قبره والأهل العلم ما لا يخفى عليكم قال الخطاب ما يفعله العوام في كثير من البلدان من فرش الخوص في القبور متعلقين بهذا الحديث قال وليس لما تعاطوه من ذلك وجه قال والذي وقع في حديثه إنما كان من ناحية التبرك بأثره ودعائه صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وليس من أجل أن في الجريد الرطب معنا ليس في اليابس والله أعلم نعم حسن الله إليكم السادس أخذ بعض العلماء من هذا أن الميت ينتفع بقراءة القرآن على قبره من حيث إن المعنى الذي ذكرناه في التخفيف عن صاحبي القبرين هو تسبيح النبات ما دام رطبا فقراءة القرآن من الإنسان أولى بذلك والله أعلم بالصواب طيب هذا ينبني أولا على التسلم بهذا المعنى أن تخفيف العذاب كان عنهما لأجل تسبيح الجريدتين الرطبتين وفيهما تقدم طيب فإذا ثبت أن تخفيف العذاب عندهما كان لتسبيح الجريدتين الرطبتين فإن ذلك لا يساعد على النهوض بقولك إنه طالما خفف العذاب بحصول التسبيح عند الميت فإن هذا يعني أن كل ذكر يحصل عند قبر الميت يحصل به تخفيف العذاب عنه ومن ثم انفتح للعوام أبواب من الإحداث والابتداء ليس له أصل في الشريعة كالإتيان لقراءة القرآن أو الذكر عند القبر وتخصيص ذلك عند القبر لأجل حصول منفعة تصل إلى صاحب القبر لا أتكلم عن إهداء ثواب العمل وفيها خلاف لا هو يقول إن الذكر عند القبر أو قراءة القرآن عند القبر سواء بعد الدفن في وقته في يومه أو بعده بأسبوع أو بأربعين يوما أو بحول وسنة فكل ذلك أخذ من متمسك بعيد أشار إليه الشارح رحمه الله وإن لم يكن هذا واضحا أو جريا أو مستمسك فهذه العلة علة تخمينية لأنها غيبية فليست من مسارك العلة الواضحة وهو مما لا يخفى ضعفه فضلا عن بناء الحكم الشرعي عليه انتهى كلام المصنف رحمه الله ونختم بما اجتمل عليه الحديث كالعادة من التطبيقات الأصولية قول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير الحديث تقدم أن المقصود بالحديث هنا في شاهده ما ذكره في مسألة البول قال إنهما لا يعذبان قلنا هذا إخبار بغيب أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واللام هنا هي اللام القسم أو التوطي القسم يعني فيه تأكيد على ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير ما هنا نافية نفى عليه الصلاة والسلام أن يكون سبب العذاب الواقع لهما أمرا كبيرا وفهمت معنى كبير ثم قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البولين ومحل التطبيق الأصولي هنا قوله من البول وهنا التي دخلت على لفظة بول تفيد العموم والاستقرار فماذا يشمل؟ يشمل أن سبب العذاب هو البول الذي يصيب صاحبه ولا يستنزه منه سواء كان بوله الذي باله أو بول غيره من الآدمين الذي يصيبه بدنه أو ثوبه فلا يعتني بالتنزه والتنظف وغسله أو عامة البول ويدخل فيه بول الحيوانات ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل فهذا على العموم ومن ثم قال الشافعية يأخذ منه نجاسة الأبوال مطلقا قليلها وكثيرها من أين؟ من العموم كان لا يستنزه من البول ومثله الأحاديث الأخرى تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه قالوا هذا العموم البول يفيد ماذا؟ الاستغراق فيتناول جميع الأبوال سوى مستثنيا مثل إيش؟ قال القليل اليسير المعفوع عنه كأثر الاستنجاء في محله بعد الحجار قال هذا مذهب الشافعي ومالك رحمة الله عليهم وهو مذهب بعض الفقهاء وأبو حنيفة وصاحباه يقولون العفو عن قدر الدرهم الكبير اعتبارا بالمشقة وقال الثوري كانوا يرخصون في القليل من البول ورخص الكوفيون في مثل رؤوس الإبل من البول وأما المذهب الآخر في القول بأن البول هنا ليس على العموم وإنما هو على بول الآدمي خاص فمن أين أخذ؟ كان لا يستنزه من البول تنزه من البول قالوا أل هنا لا يراد بها الاستغراق بل يراد بها العهد الذي يفهم من السياق ودل على ذلك أيضا القرينة والسياق لفظ صحيح البخاري في كتاب الوضوء فكان لا يستتر من بوله فأعاد الضمير إلى الفاعل نفسه أنه وقع منه ذلك وفيه الخلاف الذي يترتب عليه هل البول المقصود به في الحديث هنا عامة الأبوال أم هو خاص بما ذكر هنا فلما قال الشافعية إن دليل على نجاسة الأبوال كلها المراد بالبول هنا كما يقول الحافظ بن حجر بول الإنسان وإن كان اللفظ عاما لأن في رواية في الصحيح من بوله وعليه قال ابن بطال في شرح الحديث إن المراد برواية البول بول الناس لا بول سائر الحيوانات فلا تكون حج لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان قال الحافظ بن حجر كأنه أراد الرد على الخطابي حيث قال فيه دلال على نجاسة الأبوال كلها قال ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله من بوله فالألف واللام قال بدل من الضمير لكن يلتحق ببوله بول من في معناه من هو؟ سائر الناس الأدميون فالعموم لأنه اسم جنس وعلى هذا تنزه من البول كما قلنا ولهذا قال الحافظ بن حجر وفي الباب يعني بن عباس فيما أخرج عبد بن حميد والحاكم والطبراني وفيه إن عامة عذاب القبر من البول فتنزه منه فهذا الخلاف مبني على مسألة البول الألف واللام هنا هي للاستغرار أم هي للعهد قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميم وتقدم ما فيها قال فأخذ جريدة رطبة الفال التعقيم وفيه أيضا كما تقدم أن ترتيب جملة على جملة بالفائي يربط بين الجملتين بمعنى يدل على المناسبة لماذا أخذ الجريدة الرطبة ففعل ما فعل عليه الصلاة والسلام لما أخبر أنهما معذبان إذن سبب ذلك أو معناه المناسب هو ما أخبر به من العذاب لماذا لا يصلح هذا للتعديل لأن المعنى المناسب هنا غيبي وأخبر عليه الصلاة والسلام عنه بمعنى الغيبي فلا يسوغ نقله كما تقدم في كلام بعض يعني فيما سمعت قال فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنه ما لم ييبس فيه سؤال الصحابة رضي الله عنهم عما لا يبدو لهم في ظاهره معنا يتعقل وهذا يؤكد أن الحديث بما تضمنه من قول وفعل ببناه على أمر غيبي فلهذا سألوا لما فعلت فقال لعله يخفف عنهما قوله لعله للترجي التي تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يشفع ويلتمس ويدعو لكنه يرد الأمر إلى الله فإن تخفيف العذاب ورده إلى رب العزة والجلال قول يخفف عنهما ما لم ييبس والله أعلم وصلى الله وسلم وضارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين